الوضع الانساني في اليمن سيصل الى مستويات متدنية حقيقة اكدها تقرير استخبارات امريكي عطفا على مواصلة ميليشيا الحوثي تصعيدها العسكري ورفضها المقترحات الاقليمية والدولية الرامية لحل الازمة اليمنية والحد من معاناة اليمنين التقرير الاستخباراتي الذي سلم الى الكونغرس اتهم ايران بالوقوف وراء زعزعة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة جراء دعم الحوثيين المتواصل بالاسلحة والمستشارين العسكريين وانعكس ذلك من خلال ارتفاع وتيرة الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في محافظات يمنية عدة ابرزها محافظة مأرب ذات الكثافة السكانية وفيما يخص الجانب الصحي فقد اتهمت تقرير الحوثيين بانهم قللوا من اهمية اثار فيروس كورونا وتستروا على عدد الحالات الحقيقية للمصابين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وذلك قد ينبئ ان يستمر اليمن في مواجهة صراعات صحية واقتصادية مما يؤدي الى تفاقم الازمة الانسانية الحادة بالفعل خلال الفترة المقبلة عدم وجود اي نية لدائرة لايجاد حل في اليمن او كما قال المبعوث الامريكي ليندر كينغ وقف حجر عثر امام قبول الحوثيين بالمقترح الاممي لحل الازمة في اليمن حيث رفض وفد الحوثيين مقابلة المبعوث الدولي جريفث في مسقط ما يعكس تحركهم وفق المصلحة الايرانية ضاربين بمصلحة اليمنيين في انهاء اسوأ ازمة انسانية يعيشها عرض الحائط ولعل الاتهام الاخير الموجه للحوثيين من قبل وزارتي الخارجية الامريكية ونظيرتها الفرنسية باحتجاز مستقبل اليمن رهينة يعكس خطورة الوضع على ملايين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيا والمحافظات المحررة واصبحوا رهينة السلوكيات الحوثية التي لا تلقي بالا للأوضاع الانسانية والصحية المتردية في البلاد وجل اهتمامها منصب على التعبئة وتحشيد المقاتلين الى الجبهات المشتعلة يذكر ان تقارير الامم المتحدة تشير الى ان 20 مليون يمني بحاجة ماسة لأي شكل من اشكال المساعدة والحماية وان 16 مليون مهددون بالمجاعة بينهم 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها ضمن معطيات تؤكد ان الميليشيا حلت نقمة على اليمنيين ولا حل الا بمواجهتها والقضاء على حقدها الدفين